اشتركوا في القناة قال لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا الصيام ونحن نحسب والله حسبه انه بعيد عن هذا اذا لابد ان تبتعي في صيامك عن قول كل محرم او فعل كل محرم خاصة اخواننا عندنا هذه الاجهزة ابتعد عنها الان احفظ صيامك الان تحفظ صيامك لابد تحافظ على الصيام انت تحافظ الان على صيامك من الطعام والشراب حافظ على صيامك اكثر من المحرم خاصة هذه الاجهزة نسأل الله عافية السلام طيب قول كل محرم وفعل كل محرم كذلك يحرم عندنا كما سيأتي معنا الوصال لان من السنن سيأتي معنا تعجيل الفقر وبلع النخان يعني البلغة مكرمكم الله يحرم بلعه لكن لو ابتلع يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى لم يفطر لانه لم يدخل شيئا الى جوفي اما بلع الريق لا اشكال فيه وهذا من المباحة بلع الريق لان بعض الناس يظن ان بلع الريق من المفطرات حتى لو جمع الريق تلعر ليس من المفطرات لانه يمدخل شيئا الى جوف ولذلك تجد بعض الناس الصلاة والسلام واسلس يكثر من البصاق بصاق في نهار رمضان لا لا اشكال بهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى والله يسألني العام اخواننا لابد نتعلم لابد نعلم الناس لابد ننشر يعني مختصرات في الصياق حتى الناس تفقر والله يسألني العام يقول لي احد يعيش في الدولة الاوروبية يقول انا اكرمك بالله يقول لا دخل حمامه انا صائم لانه يعتقد انه اذا دخل حمامه انا صائم افضل هو لا يعرف المفطرات السلام عليكم يبعني الصائم بنع الريق والتبرد لا اشكال في هذا وكذلك له ان يقتسل ولا اشكال في هذا وله ان يستاك لان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صاحب عليه الصلاة والسلام فلا اشكال في السواك استعمال السواك لا اشكال في التبرد الانسان يتبرد لا اشكال في ان الانسان ينام في نهار رمضان لكن يا طيلة النهار وهو نائم ولهذا الان بعض الناس يظن ان شهر رمضان الليل سهر والنهار نوم لا حال السلف لم يكن على هذا يا اخواننا غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان لم يتغير شيئا عند الصحابة رضو الله عليهم لا في الليل ولا في النهار ولماذا لا نكون على حال السلف افتنى مبكرا وتستيقب تبتل من قراءة القرآن من الاستقرام طيب